افتتح مسجد الظاهر بيبرس بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتجديده حيث يعتبر المسجد واحدا من أكبر مساجد مصر من حيث المساحة وقد قامت الدولة بتطوير المسجد وتشمل أعمال التطوير تقوية أساسات الأعمدة والمنبر وترميم بعض المناطق بالمسجد للأصول إلى الشكل الأصلي له والحفاظ على صبغته التاريخية تدخل المجلس العالى صار في 2007 بدأنا في أعمال خفض منسوب المياه الجوفية ترميم معماري وترميم دقيق توقف العمل في 2011 عقب الأحداث استقني في العمل في 2018 والنهاردة بيفتتح للمصلين هذا المسجد يعد تالت أكبر مسجد أثري بعد مسجد الحاكم بأمر الله ومسجد أحمد ابن طلون